موسيقى يا أهلا وسهلا الحلقة ما قبل الأخيرة في الموسم الرابع من برنامجكم أسرتين القناة الأولى مريد أستغل بداية هذه الحلقة باش نشكركم لأنكم تابعتونا طيلة هذه المواسم لأنكم شاهدتونا شجعتونا وكنتوا كل مرة تقترحوا إلينا موادية نقدرون تكلموا فيها رفقة ديوفنا وخبرائنا مريد أشكر كل شخص لأنه أعطى أفضل ما عنده في هذا البرنامج جنود الخفاء واللي هم أكتار لكل مرة كانوا كي بدلوا مجهودات كبيرة باش نقدرون نوسطوا الحلقات في أفضل حلة لكم مشاهدينا الكرام نشكر ديوفي من كتر ما عشرنا هم واللينا عائلة واللينا أخوت واللينا كنشاركوا بزاف ديال الأمور الطيبة شكرا لأنكم سمحتوا لنا من موسم لموسم نكونوا حاضرين في بيوتكم عبر القناة الأولى الله يعطيكم صحة نتمنى أنه طيلة المواسم كنتوا استمتعتوا برفقتنا واستفدتوا وإن شاء الله نعود أن تلاقاكم في مواسم مقبلة حلقة اليوم الخميس لنوروني فيها من كتر ما أنا عشت معهم ولو عائلة نبيلة بن وحود والصدر الجامعية والمدربة المؤتمدة في تنمية ذاتية سائدة تكوني بناتنا اليوم وحلقة معا قبل الأخيرة شكرا لك زينب على صدر ديالك على الروح الطيبة كنت الفراشة ديالة بلاتو ودائما نحسو به وهذا شي جميل جدا يعني إحنا عائلة إحنا عائلة مع بعضنا دكتور كريم لوالي الأخي صائف تغديا فرحت في كل موسم شكرا لأنك تجيب لينغجي ديالك لأنك طيب ولأنك حاضر معنا باش نفيد المشاهدين الكراف شكرا زينب وغاتبكينا معاك مرسي بوكو مرسي بوكسات سيزان لا يأتكم صحة بقى حلقة أخيرة غدة جدد شكرا لتقم البرنامج وأنه تخفأ واحد واحد لا يأتكم صحة شكرا للمجهوداتكم طيلة هذا المواسم هذا الموسم كله رفقناكم عطينا أفضل ما عندنا وما تنسوش بل إن شاء الله نطلقوكم في موسم مقبل شاركو نقع اقتراحاتكم عبر صفحات الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي ولي من خلالها غادي نقدرون نعرفوا شنو الحاجات لتبغيونا نتكلموا فيها المواضيع اللي هي قريبة لكم بهدف أننا نقدموا لكم أفضل نسخة من البرنامج بكل حب وبكل روح طيبة نبدو حلقتنا اليوم ونخصوها للحديث في مواضيع قانونية نتكلموا على نظامنا الغدائي لنا موعد مع فقرة اتيكت وفن العيش تابعونا بداية الحلقة بفقرة عرفش تاكل والحديث اليوم عن البكتيريا المضادة لسمنة دكتور كريم الولي الحديث على البكتيريا المضادة لسمنة كيف زفتي الناس غيقول لك أشنو علاقة البكتيريا بالسمنة ميقبل نبغيو نفهمو الناس ونشرحو لهم أكتر علاش البكتيريا ضرورة تكون في الجسم دينا فأكيد زينب نحن أخصى نعرفو بإن البكتيريا اللي عيشها عندنا في المصران كتر من الخلايا اللي معيشانا بحل نقولو 90% نحن عرفينا البكتيريا نحن تفكرو سمعش كولي عايش مع الاخر حيث نقولو هادو سيدي بكتيري سابخو في سيديغ عايشين معانا وينو غان تسير في استيعاونونا وانك هذا هو الفلسفة اللي في هاد البكتيريا هادي فبتأكيد بكتيريا نافعة تدخلي داتي تخدم مزيان تنعرفو اليوم بنا لابخوش تيرابيوتيك بتبتلات سيديغ ما قيناش شن تكونسنتراو على المرض بدين سن تكونسنتراو على الأرضيات المرض سيديغ تندوي والأرضيات ديال المرض فعندي بكتيريا مزيانة تنصوب ألياف مزيانة متنصوب ألياف مزيانة البكتيريا ديالي ستتخدم بحل الهورمونات سيديغ تتقدلي شحل محاجا واليوم دراسات تبتت بين كين وحد العلاقة وطيضة وحد الكوميونيكاسون تتمشي من جهتين ما بين الدماغ وما بين المسران فاليوم دراسات تبتت تنجيرو تنسبلنتاون فيكال سيديغ زرع البوراز ديال واحد مثلا عنده مشكل في الوزن وواحد ضعيف وتنجيروهم الفئران وتنعطوهم نفس تغذية فصبح الله العظيم هذا الفأر اللي عنده البوراز ديال السامين تياخد الوزن ولي دانا الترسبلنتاون ديال اللي نحيف تيبقى ضعيف فبتالي بدنا تنقلبو شنو المشكل اللي واقع لقينا جوج حويجات مهمة أولا النوعية ديال المكان اللي تناكل الألياف اللي تناكل وتانيا واخد تناكل الألياف مزيان واش عندي الباكتيريا اللي غتعرف تستعمل داك الألياف هذا ما يجوج حويجات تتقول يا واش أنا غادي نبقى ضعيف ولا غادي ناخد الوزن فهنا تنفهمش حل محويجة بحال ده بحال ده بحال ده تيبقى لكي واحد تيبقى لكي هذا عود ورقيق في العائلة تبقى لكي بغادي ناخد الوزن هذيك تفسر علميا شنو اللي واقع تفسر علميا شنو كاين واخا اليوم مشكلة السمناتة يعني من ملايين الناس حول العالم والذي يقسم بزاف درالي صغار في سن صغيرة هي مشكلة صعب اللي ما نبقينش عارفين كيفاش نتعمل معا نمطل عايش دينا ولا موفر لنا أكثر البكتيريا اللي غا تخلينا نصابوا بالسمنة بالتأكيد زيني بالتأكيد حيث اليوم السمنة عندها عدة هذك مشكلة ديال الصحة سأدير سأدير سانتي ببليك بحال دبقى في المغرب ده بارة عدنا عشرين في المئة ديال السمنة وجد مكلفة والمشاكل ديالها الصحية سنعرفو هنا داء السكاري وارتفاع الضغط دام ومشاكل كبيرة بزاف فاليوم سيفغيك هذه البكتيريا النافعة تتوجد الألف اليوم الأول ولكن عندي واحد لفاكولتيت ديال لكن عندنا ما تلعيش جيد يمكن لي نقاد البكتيريا ديالي ديال المصران كيفاش غنقدرون ديال اليوم سنعرف بنا كينين واحد لازاس يدقى أشين كورتين اسميهم هدو هما الألياف النافعة تتفرز لي الجوج أنواع ديال المواد تتفرز لي لي جاء الباء وهدو ما اللي نايد علوم من دجة دابان نتدروا واحد الشوكات باش يضعفوا وواحد دوات السكار وطير جاء الباء وهدو الجاء الباء نتنصوبهم فداتي طبيعيا وتتفرز لي لي جاء الباء واللي بي إيغغي إيغغي هدو ثلاثة الحويجات مهمين بزاف علاش واحدين تعتوني الشبعة واحدين تيخليوا المصران ما يكونش بوغو ما يكونش فيه كثرة المتيصاص وواحدين تصلحوا لي المصران فبتالي إذا كنت الألياف مزيانة وعندي البكتريا المزيانة لتتصوبهم تنكون تندوي الالتهاب المصران تنصلح المصران وبعد تنشبع تناكل هشوية وتنشبع إذا عندي البكتريا الغير نافعة أو تنكل الألياف الغير نافعة هنا تقريبا بحل بحل حيث لما أكل الألياف مزيانة البكتريا النافعة من القيمة تتموت تجي واحدة البكتريا خيبة تكون عندي قليلة تتأخذ بلاستها هذه ستفرزها لل بأس لليبوبوليساكاغيد وهذا لل بأس تخرم زولي المصران في المصران في الالتهاب تدوز من المصران للمورة المصران ويمشي لي الخاليات الدهنية ويرجع مقاومة لانسولين ويضرب لي جميع الأعضاء تشمع الكابيد والالتهاب تشمع البانكرياس ويبدأ يبانداء السكري تدرجع هذا الالتهاب يمشي لي في الأعضاء كاملة ويقدر يحييي الباب بزاف الحويجات كولون عصابيه ومشاكيله الاكتئاب الالتهاب المصران التي تحول الالتهاب في الدماغ التي تعطيني النقص في المادة التريبتوفان وأنا رأى هنا عندي الالتهاب في المصران وليد لهذه المشكلة فبالتالي هذا الالتهاب خلتني تنشوف السومنا بوحد نظرة أخرى صديقة نعطي الرجيم ونقص في المقلق تنمشي نعطي بروبيوتيك نعطي البكتريا النافعة الألياف نضرة أخرى باش ناكمباني هاداك السيد اللي عنده السومنا غادي نرجم معك لمرحلة الطفولة الدكتور لأنها مهمة جدا احنا كنبنيو لك نربيو واحد البكتريا النافعة في الجسم ديان عند أطفالنا كيفاش تنصحنا ننميو هاد البكتريا النافعة باش نتفادوا أنهم تبداهم السومنا بالتأكيد فهذا البكتريا النافعة تنسميه صديقة السيدة اللي تتفكر في الحمل تتقدس الماكلة ديالها طيلة الحمل مخصومش يكونون نقص فيتامينات في الأملح المعدينية وغيرهم المرحلة الولادة المهمة حيث عندنا الولادة الطبيعية ماشي هي قيصرية حيث الوليد في الكرش ديالماما تكون مصران ما فيه تشي بكتريا تكون أكسينيك معاقم فهيرتي حلفهم في الدنيا تبدأ ياخد البكتريا تسرتهم فإلى داس واحد طريقة طبيعية ماشي بحال لولد السيزاريان في البلوك ماشي نفس دراسات تبتت منها ماشي نفس نوع ديالبكتريا تكونوا بيفيديوباكتريا والاكتوباسيلوس وفي الجهة الأخرى تكونوا أنواع أخرى من البكتريا ومن بعد لدينا الرضاعة نرى الحاجة الطبيعية هي المزيانة لدينا السنتين الأولى جد مهمة لش حيث في الشهر تكون التنويع الغذائي يجب أن يكون مزيان والوليد يحاولوا لا يأخذ مضادات الحيوية في العمين الأولى ولكن المرد يجب أن يأخذهم يجب أن نحافظ على المسرن بالخاميرات الخاميرات الخاصة لتعطي معد واحد نرفوحنا الانتيبيوتيك تعتق الحياة نرفوحنا مراحل ضروري ولكن ديما نحمي المسرن في العمين الأولى هذا هو الطرق لتنحافظ عليهم على البكتيريا ويجب أن نعرف مثل الانتيبيوتيك تقدروا أنواع البكتيريان النافعة التي لا تتعود أن ترجع وفلوغ لا تتخسر لا تتخسر في 10 يام 15 يوم الأوكلات السريعة ولكن ثلاثة شهر لا نرجع جميع الأنواع ستعدي غلى خليطة طبيعية كانت شوحدين تمشي وما تبقى وش يرجع دكتور الوالي سؤالي بالنسبة للأشخاص اللي عندهما السمنة وقتي كترافقهم اليوم الليتو كتخدموا على البكتيريا من أجل التخلص من السمنة فاش كتتخدموا مع شخص عنده الوزنة الزائدة ويعاني من السمنة شنو كتتركزوا معاه شنو كتنصحوا هيكل شنو الروتين الغدائي اللي كتقدموهلي ونذكر باللي هذا فقط مثالي غنطيوهلي لأن الحالات تختلفة لحسب وش عندك أمراض ولا لا لحسك بني جسم تلك كل واحد خصوص تشعر فدبا ما عرفنا إحنا هاد البكتيريا ندروا دراسات تمشوا عند الناس اللي ضعاف نقلبوا في المصران ديالهم شمن البكتيريا عندهم انكومة وكاني جوج ديال الجنغازيون ديال البكتيريات كانوك العاديين لسان تقوعد الناس اللي هم اللي بي فيدوه باكتيريون أنا معروف والاكتوباسيولوس هادو معروفين ولكن بعد العلم تتطور بديت تنقول لا راكيني شي بكتيريات أخرى ما تكونوش عند الناس عاديين وبديت هذينب تمشي نقلب على القبائل البدائية اللي ما زالين عايشين بحال الناس اللي ولد ديالنا اللي شاسوركو يغتاديغ تيصيدو وتيكتفو ولقينا بنا هوما اللي عندهم أحسن بكتيريا وهاد الناس هدو هوما اللي القينا عندهم لان نوفل جنغازيون ديال البكتيريين فتلقاش عندك ناس المدينة والناس العاديين لان نعيشين مع الطبيعة نعيشين مع الطبيعة اللي منهم لاكيميسيا مونيسيفيلا اللي معروفة دابة بنا تتسمى البكتيريا ديال الضعف صديق مش روح ضعيف عارف عنده هاد البكتيريا فالمصران دياله وتنضحكو مع الناس نقول بتدخليون تنصفتون الناس باش يديرو الصيام في دي كلينيك تاع الصيام و يخلصوا الفلوس تقول مانا اللي برغس ندخلقو طريقة جديدة ديال الضعف طريقة جديدة ديال الضعف في الآتيوبية في القبائل اللي ما زالين عايشين هكا ولا في الامريكان ديال حيث هما اللي عندهم هاد البكتيريا ما عندهوش مشاكل الامراض ما عندهوش الامراض الميتابوليك ديال الآيد ما عندهوش سمنة حيث سدي الشاسور كيير ما زالت طريقة ديال اكل ديالهم بحال الناس ديال ديالشحال هادي فهما تنركزوا على المشكلة بالامراض ستاديغ ستنحدغوا لهم الماكلة ستكون نفغر منتيسيب هاتي مانا اللي ما كانت الكبار لم يفهمش من الفيعة ذي ذوصه وذي عاونوك الوطن وهذا يعطي ميزة للسامين المغاربي ستكون تحمل جوج أنواع السوق التغذية ستكون سامين ولكن عنده نقص في الفيتامين والميكرو نوتريما وهذا مشكلة لجهزة حيث لي بلا دراسة تحت مشاكل سمعية بالتأكيد فبالتالي احنا في الأول تنركزوا على الريجيم فودماب ستنركزوا على ما تنفخوش ستنحيلوا لبعض النواع للفواكهد والخضر اللي ما تديروش الانتفاخات القطنية بعد مرة تمشيو تالاكتوز والغلوتين ستنركزوا على هاد وتنحاولو نحييو له المصران ستتعطوه البكتيريا النافعة اللي بالدراسات تبتات بنا عندها وحيد حيث كان فرق ما بين اللابوغاتوغلي عنده لغوشيخش ستتاديغ متيشد حيث هذه البكتيريا متدرف داك لجهلو تدوز وحد خمسات المراحل تنإدانتيفيها بعدها تندير دراسات على الحيوان الإنسان واش عنده وحد المنفعات الصحة ايه شحال الكيميا خاص واش تستابل وعادت النود نعطيها وحد سمية بحل ترقيم وحد ترقيم تنشيو في وحد البنك ديال الصحة ديال هاد البكتيري باش نقدر تنشي نقلب على هادك اللي عند هاد الدراسات لك نعطيه البكتيريا النافعة للمصران وبعد تنعطيه مداد لالتهاب تديغ من خرقوم لزوميغا تخوا وبعد نعطيه بعض الأحماض الأمينية لتتحاول تحييلي المصران فمي متعطيه إليه المصران تندخليه الألياف حيث فلو ما تقدرش إليها ذوك تندخليه الألياف النافعة وهذا الألياف النافعة كنا في شيء خدرات ممكننا ناكلهم بزاف حاليش؟ اللفت المحفور تتقص بيها الماوز اللي بانانتا هما فيهم البواغو وكينا في البطاطا اللي احنا عزيزة علينا ولكن تكون في واحد طريقة خاصة ديال الطياب تتكون بويغ في خوادي مسلوقة وبردة فهذا تعطينا واحد اللي مزيانين بزاف البكتريا ديال المصران فتنقدوا له إنما ما تلعيش دياله بشوية بشوية وصبح الله العظيم علاش حيث متنحيي المصران ما تبقاش هو يخزن الكالوريات كي بدأت تخلص من الوزن صديق هذا هو اللي تنفع صديق ما تبقاش يأكل هير شوية ويأخذ الوزن وكذا هو الفرق تكون ما بين واحد مثلا نقول سودي وهذه تتقع بزاف كنت أنا ما فهمتش لك شلت أنك لأنا تياكلوا اللي معي فضار وما تغلاضوا شو شكرا لك دكتر الوالي أكيد مرقنا بك في الموصلة المقبل شكرا لك مشاهدينا الكرام فقرة راح تلبل صراحة فرصة للحديث على موضوع أنا شخصيا أول مرة نكتشفوا وبروفقتكم غادي نتعرفوا لي أكثر وتقدم لنا معلومات أكبر عليه نبيلة بن وحود الأستاذ الجامعية والمدربة المؤتمدة في التنمية الداتية الليلة المظلمة للروح أشنو هي مناش كتجي وإليش كنقدر نطح في هذا الليلة بسفد المعلومات راجعين بعض لحظات نبيلة بن وحود متشوقين تعرفوا برفقتك أشنو هي الليلة المظلمة للروح ألو غلي زينب الليلة المظلمة للروح هي واحد الفترة من حياتنا اللي كان عيش فيها واحد الإحباط الشديد واحد الحزن عميق واحد عدم القدرة على مواصلة الحياة واحد بحلة كان تلفوا كان تطدروا ما باقش كان عارفوا راسنا شكون حنايا المهم هي كتوقع بينسوه ما كتوقعش للناس كلهم ممكن توقع لناك كيف ممكن ما توقع لناك ولكن هي واحد المرحلة في حياتنا اللي ما باقش كان فهموا أشنو هما للسانس اللي كان أعطاهم الأشياء تشي حاجة عنا ما بقات عندها معنا وما فاهمينش أشنو كان نديرو أصلاً إحنا 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 ودنك ممكن بيانسوغ يكون فيها بداية اكتئاب ممكن يكون فيها بزاف دي الأشياء ولكن هي واحد تنسميه واحد الليلة دي المواجهة المخاوف الكبرى والأشياء اللي كتخلينا ما باقش كان أمنوا براسنا ولا قادرين وانزيدوا القدام لكل شخص مننا عندنا مخاوف كبرى بيانسور دب المخاوف كينينة غير هي إحنا وإحنا إحنا نخليوا ديك المخاوف تكبر وتولي داك الغول اللي كياكلنا أو كان قدروا إحنا إحنا إنتغلبوا عليها إذنك في ديك الليلة إحنا كانوا مخاوف كيتقول لي وعندنا بحال واحد الغول كي خلعنا إحنا كنحسو براسنا صغار قدام وما قادرينش نفوسي هنا إحنا إحنا نحسو بواحد وحد الفراغ كبير جدا وحد حل فهمتي ذاك لوني أنت وقفة ما عرفتش أشنو كين من أنت وماذا تفعلين هنا وماذا سيكونوا في المستقبل وكيف عارتي ما بقشك أسعرفي حتى شي حاجة راسك من شاسك ما شنو كيوصلنا نعيش ليلة الروح شنو كيوقع فينا ممكن توقع سويت الوحد للشك صد مع عصبية أو عاطفية كبيرة جدا ممكن توقع ممكن توقع في وحد فترة لأننا عدم توازن كبير يعني أموزيوني دائما إحنا كانت ضرورة المشاعر وهو السبب في هذا الشي كامل لو خد تكون عندك العقل لدي الأشياء إلا أنت ما كتتحكمش في المشاعر ديلك وحد لوقيسة ما بقيش كتقدر تتحكم السيطرة على الأشياء اللي ضايرين بك ممكن تكون في وفاة شخص ما عزيز علينا بزاف كنحسو بإننا في حياتنا لا تسوي شيئا بعد الذهاب دينا ذاك الشخص وممكن توقع في وحد المرحلة من مراحل دي البحث عن الدات يعني كنكون إحنا يعني واحد رحلة روحانية وكنولي وكنحاول نقلبه على الأشياء اللي كتخلينا يعني نستمدو الطاقة دينا من طبيعة لدائرة بنا ومن الدين دينا ومن يعني جميع الأشياء اللي كنقوم بها من أجل هاد وش كيوقع؟ كيوقع عندنا بحلا بغتي تأكدي من كل شيء وما بقات عندك تأكد من تشي حاجة إذنك كيوقع هاد النوع من التايهان قدرنا نقولو إذنك نحسو بيها دونك هادي كل أي أشياء كتقدر توصلنا لها جس للإشارة ما شي كلنا كنقدرون تعرضوا لهذه المسألة والناس يتعرضوا لهذه المسألة را يتعرضوا بدرجات متتاوية مختلفة أجزاكتا على حساب كل واحد وعلى حساب توازن العاطفي اللي عنده كاللي كيقدر تغييس سيطرة لها وكاللي كيخصو وقت كبير باش يسيطر عليها ليلة مضلمة للروح هذي مضلمة حيث كيتفضو زينم بحيثو سمبل مضمعك حل ما باقيش كي أهجزاكتو ما باقيش كي يبللو الطريق ما باقي عنده تشي إشارة باش يمشي إيماجين تي وقف في العتمة والضلام والضلام الحالي كما كتبالك تشي حاجة كتنور لك طريق دونك هي واحد لوقيته اللي كيدوز من الإنسان اللي ممكن تكون قصيرة بزاف أو ممكن طوال على حساب انتايا وشنو كنتي كتخدم أباقفان كنتي كتخدم قبل على راسك طغية كتقدر تفوت ولكن بعد مرات ما لغزمان كتطلب منك واحد الوقت واحد لازل الخطورتها الخطورة هي أن ما تقدريش تخرجي منها هي أن ما تعرفيش بأنك أصلا كتعيشيها الخطورة هي أن كتعتبر بأن هكا والناس كلها ما عايشين هالطريقة دونك هنا يفاش كتكون الصح والفكرية أو مهمة جدا فهذه المسألة كيخصنا نعرف بأن هناك نعيش وحد المسألة مرحلة حارجة وحد الفترة محياتنا اللي كيخصنا بصح نخرج منها راسنا بجميع الطرق حيث لما خرجنا شراسنا هي ما كتصلح مناش إلا ممكن تعطينا أمثلة العلامات أو الأعراض خلينا نكلو في نقاوسة اللي تقدر تبان في هذه المرحلة ربما نأونو الناس يفهمو طبية الحال يقدروا هما يكونوا طيحين في عدابة وكيتفرجوا فينا وكيما عارفنش باللي را تسمى الليلة المظلم واللي روحة مثلا قدروا نعطيه مثال شخص عايش واحد العلاقة ديال حب في إطار مثلا مع واحد الكوبل يعني زوجين والشخص الآخر دائما كيحس بأن الأخر غايهرب وغايسمح فيه وغايخليه وهو ما حد أن الأخر كيعطيها هاد الإشارات هو كيحس براسو بأنه ولا شيء عارفن بحلا كيولي الداخل دياله فراغ ودونك كيولي كيحس براسو بأن الدنيا ما فيها تش إشارة كتخلي يعيش سعادة أو كتخلي يحس بالحب وكتخلي يحس بالذيك الأمان العاطفي اي دونك شنو كيوقع كيوقع أنك ما بقاش كتعطيه معنى للحياة يعني أول إشارة هي ما بقاش عندك معنى واحد كتعطيه للحياة خلينا يعني هاد لفن كنوقع فيها معنىش أهداف معارفين شا لاش معارفين شا فين غاديين معارفين شا شنو كين نغلق دليه والناس اللي ديرين بنا ما بقاش كياني وعنى تش حاجة في حياتنا لأن التلمو حنا يخلونا وسمحوا فينا وفتاة الإحساس ديالنا بيسجر لدرجة أن ما بقاش كيكون عنا تعلق معتش شخص من الأشخاص كتوقع في الوفاة مثلا الوفاة ديالشخص ما وفاة المفاجئة كنا فو بتقدم سن ربما الإنسان كين نمي واحد وخا كتكون دايما صعيبة ما يذكر الوفاة المفاجئة شا حد بقي سغير الوفاة المفاجئة أو ديال الأب أو الأم اللي كتكون دايما في راسك كتضم بأنه معمرو غاديمشي ووالا إذنك توقع كتحسي براسك بأنه سا في الدنيا تهدات ومنك تحسي بأن الدنيا تهدات رهنشية بيانسوك ما عندك شباقة القابلية أنك تأفخان تحتشي حاجة إذنك ديكو كتحبسي راسك فوحد لقاو قاعة كتسدي لاز ما بقي كتشوفي تشهي حاجة شوف الدحكة وما بقيش كتطلع يعني الناس اللي دايين بك ما كتسمعيهو مش أي حاجة واقعة فيها الفرح كتمنعيها على راسك إذنك أوتوماتيك ماو كتشي واحد الحزن شديد جدا والوفاة أو الدهاب ديال مثلا للكنجوان راهية هي لابندن راه كتحسي براسك بيناو مسيم تنفيك مشاو هربو ما بغاوكش إذنك ديكو كتحسي براسك بحال دك طفل صغير اللي كيرجع عارتي في ديك la position faetal وكيرجع وكيسد لرسو بقي بغا يسمع تشي حاجة صوف كما كيحلش عيني كيسد عيني بصفاتين تامة باش ما يشوفش شواقع وش دير به نبيلا بنوحوط كيفاش نقونه الناس يحلوا أينهم من جديد ألو كان بزاف المراحل الأزينة بينسوها هذا المراحل ممكن من نحترموهاش في هذا الصوص لأنه بعد المرأس نحتاجهم متابعة ومواكبة باش الشخص يقدر يعاون راسه باش يخرج من هاد المسألة ولكن أول حاجة كازبت بالصحوة الفكرية ليفاي كازنا نفهمه بإننا نحن نعيشه واحد المرحلة ليحرجة في حياتنا هادك الصحوة الفكرية كنفهمو فيها بإننا نحن يا وني با بيان مزيان مزيان عارفوا أنا بعد المرأس أنا مشي هادك أنا حاس براسي ماشي وادك وجو دي بخيم وعندي شي حوجات لما قدش لهم وفمتي وصافي وعلا أنا ماشي وادك ما كتبغيت تخرجي ما تبغيت تفتو للا حاجة التانية هي أننا كنحسو بالفقد الأمل الشديد والحالة التانية فيها فقد الأمل وفيها الفراغ الداخلي يعني التحاجة ما كتعطيك أمل في التحاجة والفراغ وهذا الفراغ راهو في حدي ذاتي مهم لإنك كتخوي باش عط تعمري بشي حاجة مزيانة إنه مزيان أنا ننقيه من بعد الفراغ كتكون أنا واحد المرحلة من تحطيم الذات وفيت وتحطيم واحد شخصية ديالي اللي كانت بحل كتواجهني هذا التحطيم إمتى كيجي كيجي من بعد ما كان واجه أنا الضل ديال المخاوف ديالي يعني أنا كنبقى واقفة كنشوف المخاوف ديالي وأنا التلمو خايفة والتلمو كيبالي راس صغيرك سنهدم هذك الشخص اللي كيبالي صغير وما قادرش يواجه دانك تفا إن فأنا كندير هذك التحطيم إنه كنحطهم ذك لنفو انتغياغ ولا ذك الشخص اللي كيخاف كندوزل واحد المرحلة هي الواحدة كنجر راسي من شي كامل راسي باش لقى أجوي بعل راسي كباب نخرج منه والا إن فو كنسو راسي شنو كندير كيخسني نوصل المرحلة ديال جاكسة تنقبل أنني عايش في واحد المرحلة اللي كندير فيها واحد النوع من عسيرة بحلا كان بني قاسة كان بني بشوية بشوية بعد ما سيقت ونضفت وحي تخملت وحي تلغب رائته إن فو كندير هذك المسألة ديال الواحدة كان ولي من بعد كان ولي كان نقول بإننا أنا دابا أنا سامح الراسي أنني ندخل في مرحلة جديدة ديالتكوين واحد شخصية مختلفة وكان فيق حلا كان نخرج للحياة كان نقول تخيبيا دابا أنا كانتقبل أن الحياة اللي تعطيني لمعاني الأشياء ديالها الراسة دونك أنا كان ولي خارجة وكانشوف مثلا ذا كتابلو فيه وكانسميهم دي فلور وكانقول شو معنية الفلور في الحياة الفلور هي البرنتان الفلور هي الحياة فلور هي الازدهار هي وكانسي دوسود وكان ندير هذه العملية ديال لنا حلا كان أعود نبني معاني جديدة كان أعود نبني معاني جديدة لأن في ديالمرحلة فاش كنت أنا كان لاشي بخيز را كنت نقلب لاشي حاجة تقيديني في حياتي شي حاجة تعطيني واحد نبدأ من الأمل واحد الضوء خافت اللي نقدر نتبعه المرحلة را تنكون تخلص بزاة الأشياء تنكون درت له داي مثلا في حالة الوفاة ودرت له داي في حالة الانفصال وتنكون حتى حاول نوازن نفسي لأنه فاش كيكون عدم توازن العاطفي لأنه أنا كيكون عندي واحد صراع داخلي كبير بيني وبين راسي وبين الأشياء اللي ما قادرش نديرهم وفهذا كله لاشي بخيزازي من بك نكون قبلت أنك إنش حاجات ما قادرش نديرهم وقبلت أنني ضعيف وقبلت أنني ممكن ما نكونش دائما على وطاق ديالي وما تنجاوبش دائما على ديك تطلعات ديالي ما عليش ولكن كان قبل أنه بالضعف ديالي كان قدر نخلق بشوية بشوية معاني جديدة للحياة باش نقدر نعفانسي وما فيها باس أنه في هادلوقيته يعني نعبر لراسي على أنني ضعيف ومحتاج شوية دلوقت باش نتنمى وباش نكبر ما نبقاش قاسة نجاهد في راسي وقل نقول لا أنا ما يمكن ليش لا أنا يمكن لي أنا يمكن لي النهار في دقيقة ويمكن لي النهار ونصد على راسي وما نقدرش ندير تساشي حاجة ولكن هادك الانهيار بمعناتوش أنني أنا ساعد أنا ما ساعدش بالعكس بحلا كنحيد واحد الفترة باش نزيد شوفي فأي حاجة زينم كينا النهاية كينا واحد لازون ناتخ بداية جديدة وخد تكون يعني متواضعة ولكنها جديدة وخد تكون بسيطة ولكنها جديدة ما نتسنج نديروش حاجة خارقة لي العادة باش نقوله بدينة لا نقدر نبدأ بحاجة واحدة خد وصغي وراء باش نقدر نمشي على خطة تابتة وأكيدة شكرا لكم شرفتونا بحضوركم جبقية 8 مشاهدين كرام محبوبكم في حلقة جديدة من الحلقة 8 سوف نحضر معكم ثلاثة لصلاة ما وكانكي جوارين والذين مستفر فتابعوا معي الوصفة بالنسبة المقادر الصلاة الأولى سوف نحتاج لها فلفلة خضراء مقطع مربعات صغر ماطيشة محكوكة عصر للحام محكوكة محكوكة ثومة محكوكة بالنسبة التوابل سوف نحتاج ملحة 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 وبالنسبة الصلاة الثالثة سوف نحضر عصر بعض العصر بعض القرفة بعض المزهر وضع ملحة كبيرة للزلطة فأول سوف ندعو بها سوف نحضر زيت الزيتون سوف نحضر تشون سوف نحضر مطيشة محكوكة سوف نحضر محكوكة معجون طماطم وخصبور مع الموس بالنسبة التوابل سنض verse ملحة 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 سوف نقل كما تصوي سوف نقل 1-5 دقائق ومن بعد سنضيف البنجال سنخلط البنجال مع هذه الصوصة جيدة دعوه يتقل حتى نشوف ملمة تماما سوف يكون لدينا واجد بالنسبة للصلاة الثانية سنضيف زيت سنضيف زيتون من بعد سنضيف زيتون ومعجون طماطن ونضيف مطيشة محكوك من نسبة التسويب الأحيان سنضيف ملح وشوف يضيف زيتون شوية الفلفلة حمرة واحد شوية الخاقوم و شوية زكنجبين أنا غضي نضيف واحد شوية الهريسة بفوضة بالنسبة للناس التي يعجبونها و غضي نحرك هذه الصوصة مزيان غضي نخلط كلها تقريبا 1 ججليا لتقيق و من بعد غضي نضيف لها الفلفلة اللي شوية و قطعناها مربعة صغيرة آخر حاجة غضي نضيفها غضي نضيف واحد شوية عصير الحامض تقريبا 1 معلقة كبيرة بحركة و سوف نخلي هذه الصلاة دينا حتى توقح مزيان و كتنشف من الماء فبالنسبة للقرعة معصلة ناخده مقلق و غضي نضيفها 1 معلقة كبيرة زبدة و غضي نتسن عليها الدوب و من بعد غضي نضيف القرعة و غضي نضيف واحد جوج مع الكبار ديال الاسل و غضي نضيف واحد شوية ديال القرفة و غضي نضيف واحد جوج مع الكبار ديال مزهر غضي نخلط المكونات هذو كاملين و غضي نخلي الصلاة بريح تاكب قدم زيان و كتنشف من الماء و غضي نرجعوا باش نشوفوا الشكل نهائي ديالي الصلاة اللي حضرت معاكم اليوم هذا كيبقى الشكل نهائي ديالي الصلاة اللي حضرت معاكم اليوم بالنسبة لتزين دائما كيبقى اختياري تقدروا تزينوا باش ما بريتون شو ما هي نتمنى انهم يعجبوكم و تجربوهم و تصحى و راح شكرا لعناكم مزاني متابعين في حلقتنا اليوم من برنامج أسرة الموعد اليومي على القناة الأولى تحقبية في البرنامج كل من الأسادة مريم الإدريسي المحمية فيها الدار بيضاءة اهلا وسهلا منورنا كيف لآداء أسادة كيف الحال؟ الحمد لله و تنورنا أيضا ضيفتنا في فقرة مبادرات سيدة رئيسة تعاونية أكايمليل فاطم زهراء جليل مرحبا بيك منورنا فاطم زهراء كيف الحال؟ بوجودك مرحبا بيك غدين تعرفوا علاج تعاونية أكايمليل مجال اشتغالكم روبرتاج وراجئين للحديث برفقتك شهر تربية الحلزون أو البابوش في المغرب منذ القدم وتعرف باستهلاكه خلال فصل الشتاء كأكلة شعبية ثم تم توجيه الأغراض تجميلية ورغم ذلك كيبقى طبق غير مألوف الموائد المغربية عكس الأجنبية ومن هذا المنطلق الساة الشابة المغربية فاطم زهراء جليل سنة 2022 تعاونية أكايمليل نتواجده في منطقة تيتمليل واللي كتنشط في مجال تثمين الحلزون لتوجيهه للاستهلاك وبالرجوع الأهمية تغيطع الحلزون كقاطرة تلموية ومصدر حقيقة الإنعاش التشغيل في العالم القراوي كالساة فاطم زهراء للتحقيق الإدماج الاقتصادي لنساء المنطقة بالنسبة لي أنا كابينة المنطقة ولا عندي مليجي دخلت لهذه تعاونية دابا مدة عامين ولا عندي واحد المدخول المادي يعني مهما مدخول المادي رأي استقرار نفسي ماشي بحال قبل أنا لكي جلزة غير في الدار ما عنديش واحد المدخول المادي من الحمد لله دابا من الحسن الأحسن عندي أكيد ويقين بالله كبير إن شاء الله مشروع دينا غير زيد القدام بحكم أننا مليكا مشروع المعارض كنشوفوا يعني المواطن المغربي بثافة عامة كيفاش كيعجبوا المنتوج دينا وكيحفزونا وفي قالب أمل جاد كيشرف فريق تعاونية على ضمان الجودة طيلة مراحل تتمين من استقبال الحلازون وفرزوه طهيوه وتحضيره في مختلف الأطباق إلى تجهيزه يتم توجيهه لأفخم الفنادق وليوضع على المائدة المغربية يكون مثل هذا المشروع باذرة مهمة لتشغيل ساكنة العالم القراوي وفي نفس الوقت للشغال التي تطوير هذا القطاع على الصائدين الوطني والدولي أكايم ليلة شنو معناها فتم صهرة أكايم معنا ديال أكايم كنقولها بالريفية هي الأرض الأرض ومليل قتبتناها من القرب ديالنا ديال تعاونية فينك التواجد ومنتظ مليلة ألفين واثنين وعشرين طلقت التعاونية مبادرة نطلقتوا فيها في تخصص سبيسيال خلينا نقوله تصابوا الخليق ديال ببوش شو نخليكم تنطلقوا في هذه الرحلة؟ يمكن اللي خليك أنك تسولي في هذا الموضوع تعرفيني أول ما بدينا في التعاونية اللي كان كيف ما قلتي كان في فبراير عالفين واثنين وعشرين لقنا بأن كين ديغوسات اللي قدروا يدارو بالحم ديال الحلازون ماشيوا لابد أننا ناكلوه كيف ما بطرقة كليدية اللي كان عرفوه ببوش بالبلول كيف ما كان قولوه نطلقينا أننا نقدرونا نصوه بها ديغوسات اللي قدروا الناس يستفدوا من اللحم ديال الحلازون بطرق مختلفة حتى الناس اللي ما كياكلوش بالبلول يقدرو ياكلو بطريقة مختلفة فهذيك الوقت أيضا لأنه بغيتو تعطيو الحمد الحلازون بطريقة مختلفة واش كانت فرصة أيضا لخلق عالم جديد لكم السيدات فرصة عمل بالنسبة لكم أكيد احنا أغلب الأعضاء اللي معانا في تعاونية نساء عندنا رجل واحد هو اللي كان معانا في تعاونية حتى أن النساء في واحد كين الحناية بالنسبة للمنطقة اللي كانت واجدوا فيها كين نساء قاروية كتار اللي هما أعضاء معانا في تعاونية هذي ستكون واحد دفعة للمرأة القاروية باش يكون عنده واحد دخل قار و باش تميز بواحد استقلالية مادية جميل جدا من 2022 لدابا كيفاش تطورنا؟ و كيفاش النماء و كيفاش مشيتوا فيه درجة درجة؟ طور بزاف بحكم أن غي هاد العميل اللي دوزنا حضرنا بزاف ديال المعارض ومعارض اللي كتقام هنا في المغرب اللي عندها واحد اتقل ديالها بحال المعارض الدولي اللي تقام أول معارض الدولي غي تقام ديال الحلزون كان في أقادير معارض الفلاحة اللي كيتقام في مكناس اللي الله جيت منه غير مؤخرا 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 دونك حضرنا بزاف ديال المعارض زائد فنادق و شركات اللي كعيتو لنا باش نعرضوا من تسوجات ديالنا عندهم أردت فاعل الناس أول ما بديتوا ساعتوهم الخلاق ديال البابوش؟ أعجبهم الحال كنضان كتر كتر من أنهم كانوا مستغربين بزاف وهذاك الاستغراب كي يجعل الناس بغين يكتاشفوا عشنو يقدرو ياكلو بهاد الحلزون بيشوفوه في طريقة مختلفة كان واحد يمكنت الشغف عاوننا بزاف لانا نتمييزو الشغف جميل ولكن ضروري شبنس من اللي فرماسون باش كان قدروا نتقنوا واحد المجال اللي احنا فيه بحثو درتو ديال فرماسون باش قدروا تفهمو البابوش العالم ديالو وشنو تقدروا تخدمو عليه باش يكون مطابق للسلامة الصحية ايضا أكيد لا بنسبة لي انا ولا بنسبة الاعضاء اللي معي قمنا بزاف ديال تكاوين منهم تكوين اللي كان في الصناعات الغذائية اللي في القطب اللي كان في بوسكورا في عين جماع زائد منصات شباب اللي كنا تخرجنا منها ودوزنا فيها بزاف ديال فرماسون في منصات شباب اللي كان في مديونة اللي ضيع النموذجية زائد دي فرماسون بزاف اللي كنا دوزنا في هذا المجال هذا كيفش كتسوقوا الخلاق ديال بابوش ديالكم؟ أول حاجة معارض معارض وتبارك الله كنلقوا بزاف ديال الإقبال اي واحد اي معارض غادي الدار كنقولوا ليهم راحنا كنصوبوا خليع ديال بابوش زائد وصفات اخرى معدناش غير خليع بوحدو دونك كنكونو كيكون مرحب بنا بزاف المعارض زائد زائد ده غيزو سوسيو شنو وصفات اخرى اللي كتكترحوا على الناس من البابوش مثلا؟ كنديرو لسكاققو فاغسي على الطريقة الفرنسية اللي هنما كيناج كيناج يمكن كتجي كتت تستورد من برا إلا كانت تعدنا في المغرب غادي تكونو حد تكلفة ناقصة وغادي يكون مو كين المغاربة كلهم انو ميدوقوا هاد الاسكاققو فاغسي ونكنديرو حتا بكنديرو لحم الحلزون بالفخوماج شامل كيجي زوين بزاف شكريت يجمال ببوش؟ حنا كنشريو واجد حنا كناخدوه من العن التعاونيات اللي كيربيوا واحد لاغس اللي هي كنخدموه بها يعني كتكون لحمة ديالها كمير واحد النوع معين اللي كنخدموه به ايه؟ عدنا تعاونيات اللي كيربيوه كناخدوه من عندهم كنجيبوه كيتغسل كيتنشف كيتعزل عاد باش كيطيب عاد باش كيتحيدوهم سيرناتو كسبقا غير اللحيمة الفقانية وهديك اللحيمة هي اللي كيدر بها هاد الواصفات جميل جدا باش يقولي خلاقش هال كي يخدلو دلوقت؟ بعد اولا فاش كيجي كيخصو يبقى معنا واحد السيمانة مو النسكم عدنا السيمانة اللي كيخصو يخرج اشنو عنده فالعماء ديالو كيصوم عدنا عد باش كنبداو المرحلة ديال الغسل و ديال العازل ديالو و من بعدها كييولي الطبخ من بعد الطبخ هديك ساعة عد باش كنشوفو الحيمة اشنو غديددار بها مثلا الخليع شو ما غدديرو كيفاش شهال كتخدمو عليه بالنسبة للخليع كيددارليها كنترليها العطرية ديالو داكشو كي تنشف عدنا ديسو شوار كبار اللي كييقدرون نشوفو فيها الحمد ديال الحلازون من بعد ما كيتنشف ديالو كيددوز باش يتقد على الشكل الخليع مشاريع غتقدمة تخدمو على الحمد ديال الحلازون في المستقبل او لا نفتحو على مجالات اخرى ضروري غن نفتحو على مجالات اخرى باش ما نبقوش مقساسرين في الحلازون بوحده لان بقي ما معروفش بقي خصو نفسي يكون طويل بس مقدرون نشوف هاد المشارع ان شاء الله ان شاء الله كنتمنى لكم كل توفيق فاطم الزهرة لكم السيدات والسيد اللي معكم في التعاونية ايضا وتحياتي لجميع التعاونيات اللي تتعاملوا معهم ولي توفروا لكم الحلازون شكرا بزاق فاطم الزهرة شرفتنا بحضور تيالك شارفتان لي انا نحضر معكم موضوع اخر في علاقة بنا احنا كمستهلكين مشاهدين الكرام تختلف مجالات لاستهلاك ديالنا تنتكلموا على الحماية اللي كوفرها القانون للمستهلك في مختلف المجالات نفهموا شنو لنا وشنو لنا وشنو الأخطاء اللي نقدروا نديروها لغد دلمشينا القادة ماندها ما توصلنا لتشي حاجة لانا احنا غلطنا عن غير ديراية استادة مريم من ادريسيت جاوبنا على اسئتنا ونذكر هي محامية بهاي الدار بيضاء استادة مرحبا من جديد الحديث على قانون حماية المستهلك مهم جدا بشكو لعنا واحد نوع من الوعي شنو لنا وشنو حقوقنا وكيفاش نعرفوا نتعاملوا خلينا نمشوا بطريقة مبسطة بزاف منا كنمشوا لبلايس كي مدلك الكنتراكت سنيها ما قريتيها ما شفتيها ما وعلو خدمات حساب بنكي غيرها من الأشياء فين كينا الخطأ اللي غي خليني هنا يا منت حماش كمستهلك غدا ولا بعد غدا ما اجبتني اشي حاجة تيقول لك العقد شريعة المتعاقدين ولسني تقليب لما تقرأ هرك موافقة لدك شلي فيه تماما هدا هو القاعدة العامة القاعدة العامة هي انو كين قانون تنضم العلاقات ما بين الأفراد داخل المجتمع ما بين الأشخاص معنوية او شخاص داتية وكين ما يسمى بالعلاقة التعاقدية اللي قلت دابع العقد شريعة المتعاقدين اضطروا للفاصل من قانون تنظمة العقد وكذا يعني القانون الخاص اللي غي يكون بيني وبينك وكذاك القانون المفروض انو كيكون فيه شروط وديك شروط في حال مواد قانونية يعني كتلزمك وكتلزمني بطبيعة الحال انو كيتعلق الأمر بالاستهلاك هنا كيتطرحو كثير معلمة الاستفام وتطرحو كثير ايضا من المشاكل ومن الدعاوة لانو انو انسان تيمشي عند واحد الموريد واحد الميهاني واحد حرافي واحد تاجر اللي كيبيع لك اما الصلاع الخدمات المنتجات تسكن عند واحد العقد اللي هو هي اها ما كان شفية تفاوض يعني مني كالقات تاجر مع تاجر حرافي محر اذا بغوا يدلو قانون تخابيناتهم كيكونوا ما يسمى بليبوخ باغلي المفاوضات الاولية ها انا شنو بغيت وانت شنو بغيت شوية لك شوية ليه ونوصلوا الواحد كنتر اللي كينفعنا بجوز انعلاش لانو بجوج اطراف قوية بجوج سجار او حرافيين او ميهانيين ولكن احنا ما يتعلقوا الامر بواحد طرف اللي هو ضعيف اللي هو المستهلك بغوا واحد الخدمة اللي كتقدمه واحد شركة كبيرة او اللي عنده واحد نسبة من حسكار كيمشي كيلقى واحد عقود جاهزة هذيك العقود خصو يوقعها او ميوقعهاش يعني عندك ايا غاتاخد ديك الخدمات ديك الشروط اكزاكت امو هذي تحدثو اللي عارفو القانون اعتبرو عقود ايدعان ديك العقود اللي ما كيكونش فيها تكافؤ ما بين الاطراف كتكون واجدة بعد العقود اللي كتكون واجدة اسميوا عقود ايدعان عقود نموذجية مهم واحد العقود اللي كتكون جاهزة للتوقيع فقط ليس للتفاوض هنا كانت تطرح اشكال بالنسبة للمستهلك في البداية يعني قبل ما يخرج قانون 0831 لان هذا القانون كان بمتابة واحدة تطورة حقوقية لحماية المستهلكين بعد ما بان بان كثير من الشروط تعسفية كتكون في ديك العقود وكيكون واحدة لا توازن في العلاقة التعاقدية ما بين الحرفي والمستهلك قبل ما ندخلوا لهذه الالتزامات والحقوق نبسطوا واحتساؤل او لم ترحوا واحتساؤل شكولوا المستهلك احتفظة الناس يقول لك مستهلك ودك شخص ضعيف لا في العلاقة التعاقدية يقدر يكون ضعيف ولكن في الحياة يقدر يكون مشي ضعيف يعني ملكا يقولوا مستهلك هو شخص ذاتي او معناوي يعني شركة ممكن تكون مستهلكة مادام تأخذ الاحتياجات الخاصة والشخصية يعني الانسان يمشي يأخذ واحد السلع او واحد الخدمة احتياجات خاصة او شخصية ممكن يكون حرا فيه مهاني تاجر هو تبيع واحد السلع ولكن ممتون مستهلك من يمشي يشري واحد الخدمة على حسب المراكز القانونية تتغير على حسب العلاقة اللي انت فيها واش انت تورد تبيع خدمات تنتيج منتجات على خاصة او انت تشري واحد الحاجة تستبدو واحد الحاجة اللي انت فيها شخص عادي ماشي بالتيتر ديل خدمتك دائما هذا هو المستهلك وهذه المستهلك هذا تلقى مجابة في الكثير من الاحيان بعض الشروط بعض العقود اللي تقدر يكون هو في وضعية ضعف في وضعية حاجة كنشوفها شي كتير في عقود الاستهلك في العقود الاشتراك اللي كتكون مع بعض المؤسسات اللي كتقدم خدمات بزر المؤسسات كتقدم خدمات شكون غادي نقوله التصالات غادي نقوله الأبناء تأمين وهذه من الاحتياجات دائمة يعني ماشي شي حاجة دولوكس اللي غيمشي لها المستهلك غير زيدة لا كينشي أمور اللي هي ضرورة اللي كتواجهة في الحياة كمستهلك بخصوص هذا الموضوع شنو في نظرك تبغي المستهلك يعرفه على حسب القانون علاش باش غده ولا بقت غده ما يوقعش فأن حقه يضيع اولا تلمش المحكمة وضع الطرف الاخر ما يخرج بدون نتيجة هذا دكتور ما أول حاجة كنت يعرف بأنه القانون هذا 08-3 08-31 أول حاجة فيه كدر الحقوق دي المستهلك ونبيل الحقوق الحق في الإعلام كدلك الحق في التنسي الحماية الحقوق الاقتصادية دياله دونك كان مجموعة من الحقوق خصوه يعرفها قبل ما يمشي ديرت أي تعاقد ويعرف بأنه من الحقوق يعرف من الحقوق يعرف حتى ذلك الشروط اللي كانت في التعاقد مثلا او اللي في السلعة اللي غي يشري وخي يمشي زي عماشي سبار ماركت غاد شري غاد شري واحد السلعة انت عندك مثلا مشكيه انتك شي حساسيه هذيك السلعة تذكر أنه من التعاقد تشوفش نية المكونات ديالك المنتوج باش إلا كان شي حاجة غتطر عليك وصحة دياله وليداتك متشريهاش كون عندك هات الحق يعني أولا حقوق ديالك قبل ما تمشي تاخد أي خدمة أو سلعة أو منتج هذي أولا ثانيا اللي هي مهمة بزاف وأنه دائما إنسان تكون عنده التقافة ديال الاستشارة القانونية معناه مني كون كان أنا كان غادين نبرم واحد العقد غادين نوقع واحد العقد دائما ناخد واحد المهلة باش ناخد ديالك الكونترا ونديها إما 16 قانونين أو أن لك عندي إمكانيات أن ينقرها نقرر البنود اللي فيها حان نقدر نلقى واحد الشرط غادي نعطي أمثلة بشرط تعسوفية نقدر نلقى مثلا واحد الشرط اللي فيه بأنه أنا ما عنديش الحق دار بتعويض وهذا شرط تعسوفي أو لغا نلقى واحد الشرط اللي كيقول يا بي أنه في حالة اللي ما أديتش داخل واحد الأجل غايكون عندي بزاف ديال الجزاءات والتعويضات اللي غا نأديها لديك شركة أو ديك الموريد أو ديك التاجب اللي تعاقت معاه دونك هنا غا تحمل الطاقة ديالي كثير من اللي هي قادرة تحول إلي سمحتي لأستاذة هنا نحلو القوس فعلاقة في شكيتونا دي كونترا رمكي ليش تكتبونا دي كونترا كبار طوال مشيقى الناس اللي فاهمهم اليوم ربما احنا بحاجة لتبسيط المعلومة القانونية الناس انت دير كونتراوي باش نضمنوا العلاقة اللي غا تجمعني بيك انتا كطرف آخر ولكن خستتكون بلغة مفهومة بمصطلحات مفهومة خمسة الوراق شكو اللي غا ديكراهم والكاركتر دي الكتابة باش مكتوبة وحاجة اخرى ربما اليوم احنا بحاجة لاجتهاد قانوني لان اغلب لي كونترا مضمون فيه هادك اللي أعطيك الكونترا دامن حقه كتر من ما دامن حقك انتا واش نرى بغن نكونوا نساويين راه هي نغمال مو مني كتس مشي لمادة 18 من القانون دي حماية مستهلك كتلقى مجموعة من البنود يعني مجموعة من الشروط اللي تعتبرها المشريع شروطا تعسفية وهي على سبيل الحصر مني كنقوله على سبيل المثال يعني دائما كتبقى السلطة تتقديرية القاضي مني كتس ديلي واحد كونترا كمستهلك كتقول له مثلا انا تعرضت لا توازن العقدي فهذا العقد كتبقى الامكانية تشوف واشكين تعسف وهذاك الشرط اللي فيه تعسف يعدو باطلا غير الشرط يعني ما تضعش لك الكونتخا ما تضعش لك العلاقة تعقودية ما تضعش لك العلاقة تعقودية من ذك الشرط لمؤدي مثلا بزاف دي العقود كنا نشوفو فيهم بانا الاختصاص كي يحددو الطرف القاوي تقولك انا الاختصاص مثلا محكامة طريبات او محكامة ضربة لحسب هو في كاين واخد كنت تتسكن مثلا في العيون هذه المسألة متعبة ومرهقة للمستهلك هنا يقدر يرفضها او لا انما كان عندو حاجة في ذاك القرد وما عندوش الوقت باش يرفضها وقال الى رفضتها غادي تضيع لي الفرصة وهذا ولك يحدث بزاف بالناس تقولك انا هاد خدمة بغيتها ما عنديش خيار ما كانش خيار اخو وتمشي المحكامة باش تلغي ذاك الشرط اللي هو شرط تأسوفي وتأديك اللي قدر يكون فيه عدم توازن في الحقوق اللي قدر يكون فيه الموريد كيعفي نفسه من المسئولية ماش كان اجال باش تمشي المحكامة وتطلب يلغاء هادك الشرط تأسوفي او لمشي مشكلة وقت ما درتك لا حنت هو دا ما كيش شي اجال في النصوص كيقولك بالضبط فوقاش غادي تتقدم الطالب الى المحكامة كان في واح المسألة اللي كتتعلق بها الختماء السادينا ممكن حاجة واحدة اللي كتتعلق بدك الاجال اللي تيكون ديال تسليم في بعض الحالات الموريد تقولك مثلا غاية تسلمك في التاريخ منيك تفوت واحد الاجال ديال سبع ايام ومتي يسلمنيش الموريد عندي اجال خمس ايام اندي الفسختي القائمة كمشي فيه للقضاء للتاشي حاجة دونك الاجالات اللي كنين في القانون كتضر على بعض الحالات او الاجالات ديال الاعلام اللي تيكونوا في بعض العقد ديال الاشتراك من اجل تجديد العقد او انهاء العلاقة التعاقدية اما الشروط السوفية فهي مسألة دائما انفتوح انك تمشي تدير فيها البطلان مع ذا لا تعلق الامر فاوض الاوان اللي كيكون العقد تنفذو سهلا ما يمكن لكش احنا فتحنا اليوم قاس بخصوص هذا الموضوع واكيد المعلومات كثيرة وغير رجعوا ليها ان شاء الله في موسم مقبل والسادة شكرا لك شكرا لك ايضا فاتم الزهران امرتونا بحضوركم فقرتنا الاخيرة اتيكات وفن العيش فرصة للحديث على كيفاش ربي ولداتنا على الاتيكات ويكون جزء من نماط العيش دينا خمسة للحاجات حسب الاتيكات مخصناش نقلموهم ولداتنا اشنو هما زينب خود رجي خبيرة الاتيكات وفن العيش تعرفنا اليوم اكتر زينب خود رجي خبيرة الاتيكات وفن العيش قبل ما بدور الحديث نبغي نشكرك في الحلقة ما قبل الاخيرة لهذا الموسم لانك رافقتنا طيلة هاد المواسم شكرا على حضورك معنا هذا شرف ليش شكرا زينك شرف لينا وشرف تينا وستفدنا وتعلمنا بروفقتك اليوم هادا الحلقة مهمة جدا لانها متعلقة بتعامل ولداتنا خمسات الحاجات حسب الاتيكات تزينب خود رجي من علموهاش تجسوس الحاجات زوان كيف ممكن نعلمو له حويجات خيبين تجسوس ما معناه بعض المراد كتلقائي ماما ولا أبا ولا دا كيقول لوليدو سير شوف اشنو كيقولو وش يقول لي او لا فاش كنت يقال سمع فلان وفلان اشنو قالو علش هدرو لانك داك الوليد كيولي عندو مرض حتا فاش كيكبر كيبقى مريض بالتجسوس حاجة اخرى والتاني اللي كننشوفها وكنتعرضو له هو الحقد والكراهية كنقدرو كذلك هي سنتيمة اللي كندوزل ولداتنا وهذا را كنشوفه في المدارسة زينب اكيد انتي عندك ولدات وانا عندي ولدات ومشاهدين عندهم ولدات فكيشوفوا بعض المرات الاطفل كيعانيوا فليكل كيتلقاها كيتتعمل مع واحد تصرف مزونش ولكن هذا كيكون جاي من الابا على همين كيسبع الطفل مو كتضر في التليفون او لا الاب دي مو كتضر في التليفون على ناس اخرين او لا حقد على ناس واحدة اخرين فالوليات كيكون كيشرب هذك الشي بعد المرات الام والالباغون كيتصالحوا وكينسوا ولكن الطفل ما كينساش كيبقى كيشوف واحد نظره وكيتربع عنده هذك الحقد ديال الكراهية فنحاولو ناخده بالنا من هذا الاشياء نقطة ثلاثة نقطة ثلاثة زينب فاش كنصفت وليدي لشي بلاسة بعد المرات كتعافي الاطفل كيكونوا عيد ميلاد هنا مايا ولا شي حاجة فلا هكذا ولا كيمشي لشي دار فاش كييرجع خسين سولوا سؤال واحد واش فرحصي واش كالجوزوين واش استمتعتو ما كان سولوش فين ساكنين في فيلا فقبا ختمو فينا بلاسة كيفاش داير ادارهم صالونهم كيفاش داير مش حطولكم في الماكلة كانت بزاف كانت شوية هذ الاسئلة خبيتة هذة شو في هذة الزينب بدولوا التاغم اللي نقدروا القولة والخبط يعني نحاولوا نتفدوا باش وليدتنا ما يبقوش فاش يكبرو يبقو هادا كور نظريع انو عند الانسان فين ساكن اش مبلاصة عندو كديرا دارهم كديرا الماكلة هذة اشياء اسئلة كان نحاولوا دائما انتفاداولا وكذا اللي كازيننا بحاجة واحدة اخر اللي كنشوفوا مثلا الاطفال فاش المقارنة كاد بقيت قولوا مثلا شوفي بنت خالتك حسن شوفي كديرا بنت خالتك شوف كديرا والد امك شوف كديرا داك اللي في المدراسة شوفي جابوا حسن منك ما يمكنش ادي فغاما واحد الاشياء اللي كان نحبطوه بها الاطفال وكنعلموا انو دائما يبقى يتقارن دائما كيتقارن مع ناس اخرى نحاول هادا الطريقة في تربية ماشي من الاتيكات وكذلك حاجة واحدة اخرى بيافاش كنشوفوا طفل كيتعلم كذلك التنمر واخحنا يكن نضحكوه معاه وكتقول انت دير بحالة اكده ولا دير بحالة اكده موكي شنو كيتجير الطفل تاوكي ولي كيتنمر الى الناس لانو دايجا سامعة في البيت دياله نحاولو هادا الاشياء نحاولو اننا نبتعدو عليهم وشوفي كل واحد فينا كده القادر المستطع منكش نقول انا ام صالحة متالية او لانا اليوم كنعطي اللي مامو شنو هما هادا الحسن التربية وهذا تشي حدما متالية ولكن كلنا كنجروا افوق باش نقدرو نطلعو مواطن صالح باش يقدر نفعرسو نفع المجتمع دياله نعم اكد فعلاقة بولداتنا شنو تنصحينا اخر بها نختمو زين بخدريش نحاولو شوفي ندير واحد تربية ايجابية وحنا دايما كننضرو عليها واننا مختصين ديالها نحاولو اننا اي اي كلمة بغينا نقولو نوزنوها قبل ما نقولوها ونحاولو ما نخرجوش الى قدرنا غير اننا ما نخرجوش طفل سلبي فهذا اجمل حاجة نقدر توقع علينا مع رأسنا بغيت نسولش سؤال نسوله بواحد طريقة رمزية اللي ما يحسش بالطفل انه ورا فيه تجسس او لاحق او لا مقارنة او لا او لا او لا وحاشو حتى خرزين مهمة ما الحمدلله ما نسيتهاش وهذا انا كنديرا كدلك مع وليداتي شوفت ايقول في هاتش اللي كنقرأ دائما لازم تقولي لولدك انك انت يدكي انك انت يزوين انك انت تعطيها التربية الايجابية ولكن ما نساش دايما يقول لولدي بلا ابنت انت يزوينها ولكن مش انت الأجمل كين مجمل منك فاش يتقبل شوف انت توجنت ضريفة ولكن كين مضرف منك شوف انت دكية ولكن كين مدكة منك يعني دائما فوق ما نعطي انك 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 ان نوصل الانسان او للطفل دياللي وعنده ولكن دائما في الحياة كين مكتر منك فاش داك الطفل فاش يتلقى مع شوحدة حسن منه ولا دكا منه ولا كي جيبنه ولا كي لاحب حسن منه فكتكون دايجان دول فكرة ومتقبلة انه وردك ولكن كين مدكة منه وهذا اجمل حاجة نقدر نوصل الوديتي انا واحد المرة كانت تركيه مع بنتي جات للدار وردت على صحابتها وبقات زباب حالي يراها المحورة اكدلا انا ندير اللولا انا اللعب هذا خليه تاكملاته فاش مستشو بطيافين صحابتها وانا نجرى عندي واش يغوت لها تلا شوفي استقبلت يوم مزيان ولكن شوفي راه فاش يكون عندك الناس في الدار وانا نغسوا الكبار كما الصغار وانا نغسوا الكبار كما الصغار وانا نحوار الكون راه خسكي بالعكس ضيوفك ومالولين تعطيهم ومالولين يقترحوا وتسمحوا في راسك باش تخلي اليوم والمرة الجاي راقبتها من بعيد وشفت اشنو دارت وفي الخرجات عندي تقولي يا مامو اج دابة دابنت يا فخورة بيا اكيد انا فخورة بك برافواليك نحاول نديرو ما امكان بانس شغ الله حفظ جمعين وليداتك شكرا بسهدين بخدراجي لانك رافقتين هذا الموسم مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا نهاية حلقتنا اليوم شاهية طيبة تقوى الاخير على الاولى موسيقى موسيقى